جاءت رحيب بحضراتكم مرة تانية في زمالكاوي وجولة سريعة في كل الأمور التي تخص الشأن الإداري داخل نادي الزمالك زمالك لحضراتكم في البداية بداية من اليوم اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بدأت مهام عملها بالفعل حضرت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك لما قر القلع البيضاء اليوم لبدء مهام عملها مع النادي عقب تكلفها من جانب مدرية الشباب والرياضة بالجيزة برئاسة الدكتور أحمد عبد الوكيل حضرت اللجنة المكونة من كل من اللواء حسن موسى مدير تنفيذي للنادي ومعه أيمن أبو سريع مديرا لنشاط الرياضي وأحمد فؤاد الوطن مديرا ماليا واللجنة قاموا بعقد عدة جلسات مع الإدارات المختلفة ونهاء جميع الإجراءات الخاصة بالتسليم والتسلم الخاص بالنادي في وجود لجنة من مدرية الشباب والرياضة التي أشرفت على عملية التسليم والتسلم اللي تمت فيه رقي اللي تمت فيه هدوء جدا 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 كل الناس فيش أي غضادة في أي إدارة سواء إدارة الاشتراكات الأستاذ هاب خدر إدارة الإدارة المالية أستاذ أحمد إبراهيم السكرتارية بأستاذ محمد حنفي الشؤون الإدارية وكل ما يخص العمال الموظفين من أستاذ وليد بخيد كل الأمور تم تسليمها بمنتهى الهدوء لإعلاء المصلحة العامة لنادي الزمالك بهدوء واستقرار واللجنة تسلمت وكل الناس الجديدة اللي هتبقى موجودة مكان هؤلاء المدرين تسلموا مهام عملهم اليوم في إجراءات رسمية إجراءات قانونية بمنتهى الهدوء ووجود الأستاذ أو الدكتور رحمة العبد الوكيل مدير مدرية شابوريادة بالجيزة ودكتور إيهاب الأستاذ عبد الرحمن طبعا اللجنة كانت كثيرة جدا ويمكن مدرية شابوريادة معظمهم من نهاردة كانوا موجودين والأمور تمت في دقايق بسيطة جدا زي ما مجلس الإدارة قافر واختار الصالح العام للنادي وقدم استقالته بمنتهى الرقي النهاردة كل الإدارات بتسلم كل الملفات وكل الدعم وكل التوفيق لما هو قادم لنادي زمالك اللي هو حسن موسى بيؤكد على أن ملف أحمد مصطفى زيزي لوكتريسة بتكلم فيه مع حضراتكم بخصوص مصيره مع القلعة البيضاء يعد أمر منتهي دي حاجة إيجابية حاجة كويسة جدا 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 حاجة تفرح كل واحد يحب نادي زمالك أحمد فتوح شارك مع الزمالك في 136 مباراة اسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بداية مشاركة فتوح مع الفريق الأول كانت موسم 2016-2017 ساهم أحمد فتوح في 17 هدف مع الزمالك سجل 5 أهداف وصنع 12 هدف طوج أحمد فتوح مع الزمالك بأربع ألقاب بواقع لقابين للدوري العام موسمية 2021-21-22 آخر بطلطين حصل عليهم نادي الزمالك في عهد المجلس السرق ولقابين كأس مصر برضو مع المجلس اللي دارها السابق 2017-2018 و2021 دي نبضة كده عن أحمد فتوح كل الدعم لك فتوح وإن شاء الله بإذن الله منتظرين الخبر الصار خلال ساعات خلال أيام قليلة بإذن الله واللي أعلمه شخصيا أني برضو زي مزيزه رسمي في نادي الزمالك بإذن الله فتوح خلال ساعات قليلة جدا جدا يكون رسميا وبيتقلكوا الخبر رسميا أنه هو في نادي الزمالك اللجنة السلسية المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئيسة اللواء حسن موسى أول قرار لها النهاردة اختيار كمال الخولي بتولي كمال الخولي منصب نائب المدير التنفيذي للنادي حضر أستاذ كمال الخولي لنادي الزمالك اليوم بصحبة المدير التنفيذي للنادي وشارك معه في جميع الإجراءات الخاصة بالتسليم والتسلم اللي استعرضتها مع حضراتكم خلال المقدمة السابقة أروح لمنتخبنا الوطني لكرة السلة بيستدعي لعبا جديدا من سلة نادي الزمالك استعدادة للمشاركة في كأس العالم مستر روي رانان مدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم استدعى خالد عبد الناصر لعب فريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك للمشاركة في بطولة كأس العالم بعد استبعاد أحمد خلف لعب الاتحاد السكندري ليكون خالد عبد الناصر الثاني اللاعبين المنضمين لصفوف السلة بعد انضمام عمر هشام في القايمة الأولى البطولة طبعا بطولة كأس العالم بتقام في الفترة من 25 أغسطس الجاري حتى 10 سبتمبر المكبر في ثلاث دول الفلبين واليابان واندونسيا بيقود فريق كرة السلة بنادي الزمالك طبعا العظيم المحترم اللي هيبقى ليه يواقفة كبيرة جدا جدا معاه ومع كلامه فقرتنا الحوارية الثانية كابتن أحمد مرعي والمدير الفني لفريق السلة معاه كابتن ناسر عبد الوهاب مدرب العام وسامير جودا مدرب مساعد وإسلام جمعة طبيب ومحمد سعيد مخطط الأحمال ومصطفى محسن مدير إداري ورامي العادي إداريا وطبعا الملف السلة كله مع المخلص الزمالكاوي الجميل كابتن أحمد عادر عبد الفتاح الزمالك بيواجه الحجد العراقي في البطولة العربية لكرة اليد يواصل فريق كرة اليد بنادي الزمالك مواجهاته ومشواره وصولاته وجوالاته إن شاء الله اللي بإذن الله يتوج فيها في البطولة العربية باللقب ويتأهل لكأس العالم هيلعب الكوماندوز مع فريق الحجد العراقي بكرة بإذن الله في دور 8 ربعناي بعد تأهل الفارس الأبيض من مجموعته كمتصدر ودايما الكوماندوز متصدرين الجهاز الفني بكادة أحمد رمضان هتلر بدأ فيه تجهز كل اللعابين للمباراة الفاصلة في مشوار الفريق إن شاء الله بإذن الله تكون مباراة سهلة وحرس على الحديث مع اللعابين على ضرورة استمرار ومواصلة النتائج ومواصلة الانتصارات عشان نتوج بيه البطولة بإذن الله وكلنا ثقة في لعابتنا كلنا ثقة في الكوماندوز ملوك الصلاة بجد ملوك الصلاة قولا وفعلا وإنجازاتا وأرقامهم وبطولاتهم بتتحدث عنه هروح لتعرير ولقاء النهاردة مع اللواء حسن موسى المدير التنفيذ النادي الزمالك كان أجراء طبعا فريق قناة نادي الزمالك النهاردة مع مرسلنا في نادي الزمالك فيه كلام مهم جدا جدا وتصرحات مهمة يعني هاقف مع بعض الأمور أني خلاص ما فيش تفكير فيه الماضي راجل بتكلم على المستقبل اللي أنا يمكن كنت اتكلمت مع حضراتكم فيه بداية الحلقة النهاردة قتكلم كمان على أني كل الجماهير وبيناشد الجماهير ورسالته لجماهير أني انسى كل اللي فات انسى كل الأحداث اللي فاتت ابتدي ركز على الدعم ابتدي ركز على المساندة ابتدي فكر فيه إزاي تساعد نديج إزاي تساند نديج ممكن فكرة واحدة من مشجع ممكن فكرة واحدة من واحد من الجماهير الناس تتلقفها تشتغل عليها تنميها تكون دي نقطة فارقة في مسيرة نادي الزمالك